الفقرة الطيبة وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الوجود والبركة العامة في كل موجود عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النوري وأهله مولانا النهاردة أول يوم في السنة الهجرية الجديدة كل سنة حقيقة طيبة وكل سنة كل الناس طيبين وإحنا بنقتضي بسن النبي في كل التصرفات وأي فعل سيدنا النبي كان بيعمله من الواجب علينا نقتضي به ونعمله إحنا كمان بالزبط طيب سيدنا النبي همزر من مكة إلى المدينة طيب إحنا عايزين نقتضي به في هذا الفعل العظيم نهاجر إحنا بقى إزاي ولا نعمل إيه شوف حضرتك سيدنا النبي عليه السلام بس نعايز أذكر السادة المشاهدين يكثيروا من الصلاة الإبراهيمية اللي هي بنقولها في التشاهد الأخير على سيدنا النبي في أول السنة لأن الصلاة الإبراهيمية كانت بين الله بين الرسول وبين ربه تبارك وتعالى اللي هي في رحلة التحيات التحيات الطيبات والمباركات الصلاة والله فإحنا عايزين نكسر من الصلاة على سيدنا محمد الله ما صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما وركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك عميد المجيد نكتر منها يعني حشان إحنا في أول سنة ولمحن عاديين كده نقولها بنا وفي نفسنا حتى كده أيها لأن دي الصلاة اللي كانت بين المحبوب وحبيبه في الملأ الأعلى فإحنا عايزين نكتر منها إن شاء الله ونبدأ سنتنا بالصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونكثر من أن نستزيد من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه هاجر هو وأصحابه من مكة إلى المدينة بعد شدة تعذيب وتنكيل بهم وكانوا في يعني شيء شافوا فيه لقوا فيه ما لقوا من العذاب فإحنا دلوقتي إحنا جتلنا على طبق من دهب زي ما بيقولوا اللي هي الدين بتاعنا جلنا على طبق من دهب الرحلة دي بتاعة الرسول في مكة كانت 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات 13 سنة كان دعوة إلى لا إله إلا الله العشر سنوات أخلاقيات إحنا كلنا بندرس في الأخلاقيات اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واللي جات في القرآن وفي السنة ما احناش عارفين نخلصها ولو سرنا عليها مش هنلاقي فيه أي شيء عندنا فيه مشكلة علشان كده النهاردة أنا لا أتحدث عن الهجرة من ناحية السرد أو التاريخ الهجري أو الأحداث اللي حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة ولكن أنا بعيز أناشد إخواتي وأبنائي والشباب والسيدات والأخوات كل الناس إحنا ليه؟ إحنا عمرنا قصير من ستين لسبعين زي سيدنا النبي مجال وإحنا مش رضيين نهجر الذنوب والمعاصي الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر بدينه لينشر الدين وأتى لنا بالأخلاقيات التي رصدها لنا إحنا فين من الكلام ده؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه إذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر من مكة إلى المدينة فارا بدينه ولنشر الدعوة الإسلامية ولنشر دين الإسلام وعالمية الدين الإسلامي فإننا يجب علينا أن نجعل عالمية الإسلام في زمننا هذا بأن نلتزم القيم والمبادئ والسلوكيات والأخلاقيات التي كان يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نال عند ربه تبارك وتعالى هذا الوصف العظيم وإن نكل على خلق عظيم ما مدحوش لماله ولا مده العلم ولا الجاه ولا أي شيء إلا للخلق العظيم علشان كده الإنسان صاحب المال بدون خلق لا يسوي شيء صاحب العلم بدون خلق لا يسوي شيء كل شيء يقاس الإنسان به هو الخلق علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه دينه وخلقه أيوة دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعله وتكون فتنته في الأرض وفساده كبير ما قالش ماله ولا وظفته ولا جاه لا 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 طب احنا بنعمل كده دلوقتي لا طب ما هو تحنا أوه مع ريس بيجي مثلا لبنتك طب إيه أنت هتعايشها فين طب شقتها اللي أنت جايبها فين ودخلك إيه والضاء والعفش هتجيب أيوة خطبها لحضرتك وإن كان ده برضو مطلوب إن الإنسان يكون يعني برضو لا يهمل إلا إن إحنا الأهم شيء عندي في ده كله إيه الأخلاق الدين والخلق طب أقول لحضرتك على حاجة آه اتفضل بمناسبة حياتك والله العظيمة لما اتقدم لبنتي زوجها فكانوا قاعدين كلهم طبعا والده والدته فانا طلط من جوز بنتي طلب وحتى كله استغرب وأنا معرفش والله العظيم أنا معرف طلطه ليه قلت له سمع لي صورة الضحى سبحان الله على غفلة كده لأنها صورة صغيرة فالحياء سمعها وإيه وغيرت فيها شواء فطوله المرة الجاية هتيجي قبل لما نتكلم في أي حاجة تسمع لي صورة الضحى فوالله يعني سبحان الله طب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني الإنسان أما جم عشان يطلب مهر زوجه بما معه من القرآن الله زوجه بما معه من القرآن فالإنسان يزوج بالقرآن ليه لأن القرآن هو كل الأخلاق كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن فإحنا عايزين دايما يكون عندنا حرص على إننا نهجر الذنوب والمعاصي إحنا في أول السنة هو ونمسكه مع بعض نوارجة وجلم كل يوم أشوف إيه الإيجابيات وإيه السلبيات إيه السلبيات اللي أنا بعمله الإيجابيات دي على رأي الست الكبير الله يديها الصحة ويبارك في عمرها يا رب تقول لك إيه هو أنت حتعد على ربنا لا تعدش على ربنا لا تزميع حتعده على ربنا ولا صلى حتعدها على ربنا ولا فعل خير حتعده على ربنا ولكن أنت عد على نفسك إيه السلبيات وحاول أن أنت تقاوم نفسك وتقوم نفسك من السلبيات دي وتهجر الظنوب والمعاصي وتهاجر إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله طيب في عمل عظيم والحيانة كذية شرف أننا يعني رحت الرحلة دي رحلة كده برضو كانت مشاقة شوية لكن لما وصلنا هناك المشاقة راح مزرعة وقف النخيل المؤسسة نبض الحياة يعني الله يبرك لهم ويبرك للسادة المتقين المحسنين اللي يعني يساعدوا في أنها تكون موجودة وتزيد اسم الله وما شاء الله أكبر ربنا عمال يزود فيها بعد إذن حيث ممكن نشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا ونشوف بقى ايه الشبه من هجرة الرسول بوقف النخيل نعم نشوف التقرير ونرجع تهي حضراتكم من أرض البركات من أرض النفحات من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى أرض الخير والبركة سهل قروين في الفرفرة في الوادي الجديد النهارده كل فرحان وسعيد النهارده الكل بيقول أنا ابتدى لي عمري جديد في الوادي الجديد أيوة كله النهارده جاي من كل مكان من كل المحافظات جايين بيقولوا إحنا النهارده جايين نشوف في عينينا مش عايزين حد يقول لنا وكل واحد بيقول بعد ما زرع وغرس فسلته بأيديه بيقول أنا شفت بعيني ما حدش قال لي شفوا بعينهم المصداقية اللي شغل بيها مؤسسة نبض الحياة طبعا إحنا كنا جايين على السحرة مشتوقعين أن في السحرة يحب فيه داخل مشينا مسافة طويلة جدا بس لما جينا التعد كله راح وأنا بقول النهارده إذا كان فيه النهارده 1500 داخل عزرعو النهارده أنا بقول لها إن شاء الله يبقى فيه 50 مليون نخلة إن شاء الله الساعة دي كلها تتخدر ومصر كلها خير وولادها كلهم خير وأنا بناشد كل أب كل ابن كل واحد عنده ظروف لولاده يتبرع بالنخلة ديت بلية شفاء ابنه بلية ابنه يتخلق يخش كلها بحتربة بلية ابنه يخلف بلية أي نية يطلب منه يتبرع بالنخلة ديت إن شاء الله ربنا حيستجيب له إحنا هنا النهارده ما شاء الله أكثر من ألف وواحد موظمنا سن كبير جايين متحملين مشقة وجينا فرحنا جدا بالنخلة وفرحنا جدا بالطريقة اللي بتزعبها النخلة وفرحنا جدا بالناس اللي رعي النخلة ده بسنات لابد الحياة أنا كنت بقول إن هي جماعية خيرية ونعرف جماعات خيرية كويس منها قليل جدا الكويس والباقي اللي هو علم بيه النهارده بقول بسنات لابد الحياة من جماعات خيرية المحترمة فيها الناس بحترمة وفيها شغل اللي بحترم وعندهم وسعة أفق إن هم إن شاء الله يكملوا السحر دي كلها لك وتتخدر السحر زي يقولك إن شاء الله شوفي الجملة اللي أخونا الطيب قالها قال الطريقة المشقة لكن الواحد ده ما وصل هناك ولا كأن فيه مشقة نفس الجملة والله اللي قلتها والله ما عرف إن التقرير فيه حد هيقول نفس الكلام يعني سبحان الله وانت عشان تروح تشوفت المشقة وبعدين بعد المشقة دي وتقولي أنا وصلت ولا لسه أنا وصلت ولا لسه وما وصلت لجأت لكسة الخرحانة أو الله أوي أوي سبحان الله شوفي يمكن من الحاجات العظيمة جدا والإنسان يمكن انتاج السنة العام القادم إن شاء الله يعني عندنا بشاري السنادي عندنا بشاري الحمد لله السنادي طبعا أنا ساعة مجلة الجملة دي لاتت خيالي جسم كاشعر وبكيت عيط كنت أنا جاعد أنا ومجموعة من الناس بجلول بتاعي قلت له مسجده كان أمل عندي وكنت خايف عليه كنت خايف على فلوس الناس لأن ده حضرتك أنت دايما تقول لي أنا فلوس الناس دي بالنسبة لي رعب جدا يعني أمكان أنا بعض المتبرعين أكتر المتبرعين بيتصلوا بي عايزين اللي مش عارف مثلا نخلته أو مرحلوش فيديو بنخلته أحيانا برضو عشان يعني العادة تسمى الله كثير أود جهس السادة برضو اللي هم المتبرعين أحيانا الكل سنتر بيتصل بيهم عشان يبعتليهم أو يبعتونهم على الواتس ما بيباش فيه شبكة عندهم أو هو المكان اللي هم فيه ما فيهش نت فبيتعثر عليه أنه يستقبل الفيديو يستقبل الفيديو وبالتالي هو بيقول لك أنا ما ججلش الفيديو ليه ولأ وساعات لو الفيديو مدته طويلة فما بيوصلش ما بيوصلش فهما السادة المتبرعين دول اللي بيتصلوا بي هقول له حاضر شوف حضرتك أنت عايز إيه وإن شاء الله يوصلك أكلم المسؤول يبعتلي يبعتلي فلان فلان ببعتوله على الواتس هو بيتواصل معها على طول مباش ودوكة يتصل بي من شكرا نعم الشيخ إحنا دي الفرحة دي السعادة لا وإنت الوحيد يا مولانا تقريبا يعني مش حالك يعني أنت اللي دايما تلح يا جماعة اللي عايز يجي يشوف الخرب يعني أرضوكو ييجي معانا ودينا شايفين قوتوبسات وشايفين الناس لا ده حضرتك ده أنت ستلوقت ده كله عايز يجي معنا في شهر تسعة شوف آه كله عايز يروح معنا في شهر تسعة حنروح فقط آخر تسعة وأول عشر إن شاء الله إن شاء الله يعني إحنا كل الناس عايز تيجي معانا وإحنا ربنا سبحانه وتعالى يعني إحنا يمكن أنت عارفة إحنا عندنا إن شاء الله سفر بعد بكرة يوم الاثنين ريحين هناك عشان طبعا عايزين نشوفه ونشوف الدنيا فيها إيه كده المشاكل كلك ريحين إن شاء الله مع بعضنا كده ريحين نشوف الدنيا فيها إيه ونفرحة نتمم الفرحة اللي هي بتاع البشار دي عشان نشوف البشار بتاع النحر ده أنا بحس أن حضراتكم بتحب تروحوا هناك تاخدوا طاقة إيجابية وتيجوا تقولوها للناس إنت عارفة طول المسافة جديه 700 كيلو على الرغم كده والحرارة اللي إحنا فيها دي وحبة في الصحراء أنا فرحان كإن يعني سبحان الله يعني إيه فعلا ليه أنا ريح لله أنا ما بعملش ده مثلا إن أنا ريح شغل لا 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 أنا ريح لله نريح عشان أزرع نخلة إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة واستطاع أن يغرسها فاللي يغرس الساعة هتجوم طب أنا هستفاد بها إيه إذن فيها منفعة إذن ربنا سبحانه وتعالى هذه الشجرة فيها بركة الأرض اللي ربنا اختارها بركة الناس اللي ربنا اختارهم بركة موفقين فإحنا دايما بنقول لهم إيه ألف مبروك إحنا بنهديكم وبنبرك لكم وبنقول لكم إن شاء الله زي ما زرعنا الألف فدان اللي حنكملهم إن شاء الله في شهر تسعة إن شاء الله نكمل التمن تلف فدان مع بعض وما بنحرمش المؤسسات التانية ولا المتبرعين في المؤسسات التانية بنقول لهم اللي عايز ييجي على عيننا وعلى رأسنا وإحنا مؤسس نبد الحين إن شاء الله بتستجبل كل الأعداد لأن الحمد لله الخبرة والخبرة اللي موجودين معنا والناس المهندسين اللي معنا ونسبة النجاح اللي حصلت في المزاعة عندنا بتخلينا نقوله إيه إحنا ما بنقصرش الخير علينا لوحدين على مؤسس نبد الحين ما هيك أكد برضو على الحتة دي إن أي مؤسسة تانية عايزة تاخد مثلاً 200 فدان لا يعني من 3 6 9 يعني المضاعفات آه آه أنا سرحت آه طيب لا يعني أي حد مؤسسة أخرى آه برضو مشهرة وتحت مظلة وزارة التضامل الاجتماعي عايزة تيجي متبرعينها يبقى لهم عدد هي المؤسسة المسؤولة بقى آه يعني عندها المتبرعين بتيجي هي بتتعاقد أيها وبتدخل على الرابط بتاع المؤسسة عندنا وإحنا إن شاء الله هيتعمل مؤتمر إن شاء الله لكل المؤسسات حتى نلتقي بهم كلك وحيكون فيه إن شاء الله تعاون إحنا عايزين نفتح يدينا للناس كلها إحنا عايزين تنمية إحنا عايزين مصر تبقى أحسن دولة مصر أحسن ناس عايزين يبقى عندها اكتفاء في كل شيء هو إحنا الخير ده كله إحنا كنا عاملين الوقف ده حيعود على الفقراء والمساكين لأ ده إحنا عايزين نفتح على المتباح كله الشاب اللي حيشتغل والمصانع اللي حتشتغل والناس اللي حتبيع وتشتري والناس اللي حتوصل كل ده حيكون إن شاء الله في عائد أنا سعيد وفرحان يعني منفعها دنيا ودين دنيا ودين خطب الحضرتك فإحنا تخيل حضرتك بجأ إن كل واحد حط نخلة النخلة دي حيكون لها عائد سنوي على الأبار الارتوازية وعلى أبار الأمطار وعلى محطات التحلية وعلى الأسقف وعلى سطرة وعلى الغارمات وطعام الطعام وطعام الطعام وكراتين رمضان وكل الخير اللي حضرتك لا تتخيليه إلى جانب بجأة الثروة السماكية اللي حتبيع عندنا إن شاء الله آه بشأ الله إن شاء الله والثروة الحيوانية إن شاء الله يعني إن شاء الله كل ده توسع إن شاء الله في مؤسسة نبض الحياة بإيه بتوفيق الله أولا ثم بدعب الجماعة اللي هما الرواد اللي أنا دايما نقول إيه مشجعين ورواد مؤسسة نبض الحياة أهل الخير اللي أنا بشوفهم متحمسين وبتصروا بي وفرحانين وعايزين يجفوا ده شفت حضرتك أنت ما بتكون بتشجع في ركو ورا عايزة هجون هجون عايزة هجون هم فرحانين لأن ده يعني ده أرض الله وقف لله بالضبط يعني أنت حضرتك حضرتك في صدقة أنت حضرتها صدقة جالية فأنت الصدقة دي ترى حيحصل إيه خطروا حضرتك لما تلاقي النجاح وتلاقي الثمرة طلعت وتلاقي العدات بيعدي لك بتاع الحسنات وأنت منتش داريانة ده من أول ثانية آه وما أنتش شايفة وما أنتش عارفة بيكون فيه سعادة عندك داخلية أنت بتسعدي وبتسعدي خطروا حضرتك بتسعدي نفسك وبتسعدي الآخرين طب في زل غلال أسعار يعني ما زادش السق تمنوا يعني؟ والله الإدارة ما زالت على الرغم السعر زايد كل حاجة كمان المعطيات والمدخلات بتاعتك كل حاجة زايد إلا إن إحنا بنحاول علشان الجمعيات اللي هتدخل معنا من إيه من زودش فمنقول إيه طبعا المؤسسة أو الجمعية اللي تدخل معنا أهلاً وسهلاً طب الأفراد بتوع نبض الحياة أهلاً وسهلاً بهم هم كأنهم مؤسسة أو جمعية لأن مؤسستهم إيه نبض الحياة ومؤسسة نبض الحياة دي إيه خادمة للوقف الخيري اللي بيخدم أوجه جميع أوجه الخير لأهالينا وإخواتنا الأكثر احتياجاً سواء في مصر وإن شاء الله زي ما بنقوله بعد كده إن شاء الله كل المحتاجين في أي مكان في العالم إن شاء الله نوصل لهم بوكف هؤلاء الناس الطيبين المبروكين الموفقين ندعو الله تبارك وتعالى بدعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا رب ويعود علينا كل نهوة على مصرنا الحبيبة بالنفع والبركات إن شاء الله ويتصلوا بينا بنأكد تاني يتصلوا بينا على 15 740 ده رقم ساخن 15 740 ويعني السكة هي مفتوحة قدامنا وحضرتك قلت قبل كده إن اللي معهوش الخمس تلاف جنيه بشكل كامل ممكن يقصتهم بيجسط وبيدي يزرع نخلته وبيتتحصل منه وفي آخر جسد له بياخد السك بتاعه وأي حد تاني بنقول أي حد عايز يروح بنفسه يزرع نخلته أهلاً وسهلاً بنوفروله بنوفروله كل الإمكانيات بلا مقابل يا مولانا يعني الصفر رايح جاي بلا مقابل ده بالعكس ده احنا ندفعوه عشان يحجز ندفعوه مبلغ من المال عشان تأكيد الحاجز ياخدوا ساعة ما بيجي يركب الاتويس تمام بس عشان ما يجلش أنا حاجي وما يجيش صح صح شكراً يا مولانا الله يبركي حضرت جداً جداً شرفتنا وعنستنا للأسف الفقرة دي خلصت استنوني الفقرة جاي بإذن الله تعجبكم اشتركوا في القناة